من أسطنبول الكاتب والبحث السياسي سيد طاها عودة أغلو سيد أغلو أهلا وسهلا بك معنا كل يترقب هذه الجولة جولة الإعادة بالنظر إلى المتغيرات التي شهدتها المرحلة الفاصلة بين الجولة الأولى وجولة الإعادة هذه المتغيرات سيد أغلو كيف تراها مؤثرة في نتائج جولة الإعادة أتحدث هنا عن أصوات سينان أوغان أتحدث هنا عن موقف القوميين وسيصطفون إلى أي من المتنافسين بالإضافة إلى أصوات الأحزاب الكردية تحياتي لك في بداية أستاذة مروج والأستاذة المشاهدين نعم نحن نعيش حاليا أجواء استثنائية للغاية للمرة الأولى تشهد تركيا جولة ثانية حالة من الاحتدام والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة ما بين الطرفين أو ما بين المرشحين أردوغان كريشتال أغلو نعم كما تفضلت في الجولة الأولى كانت هناك ما بين تحالفين تحالف الجمهور وتحالف الأمة والطالة السلاسية لكن خلال أيام الأخيرة الماضية برز هناك عامل آخر وهو عامل سينان أوغان وأمية أصداء بمعنى آخر الحالة القومية هي ظهرت بشكل واضح سينان أوغان أكد دعمه لرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام أمية أصداء هو جدد دعمه لسيد كمال كريشتال أغلو إلى حتى هذه اللحظة أستطيع أن أقول بأن الخطاب ما بين إن كان كريشتال أغلو وأردوغان هو ركز بشكل كبير خلال الفترة الماضية أتحدث عن الأيام الخمسة الماضية على القومية والنبرة القومية لكن إن كان خطاب الرئيس أردوغان هو أقل استقطابا على عكس السيد كمال كريشتال أغلو الذي كان استقطاب كبير وخاصة عندما تحدث من علماني لبرال ليساري يتحول في لحظة ما إلى قومية معادات اللاجئين هي نوعا ما أغضبت أو السيد سينان أوغان الذي تحدث بأنه لغته أو خطابه لم يقنعه وتوجه لدعم الرئيس أردوغان لذا أنا أعتقد حاليا الوضع حاليا محتدم بشكل كبير خاصة أن الأكراد أيضا والحزب الشعوب الديمقراطي أكد دعمه للسيد كمال كريشتال أغلو على الرغم أن السلطات الرأي التي تبعناها خلال الساعة الأخيرة الماضية ترجح فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية ولكن نقول دائما بأن 24 ساعة في السياسة التركية طويلة وممكن أن تكون هناك مفاجآت تغير من المعادلة الانتخابية كمفاجأة أن أغلو حصل في الجولة الأولى على أغلبية الأصوات في المدن الكبرى ذات الوزن التقيل والرمزية السياسية إسطنبول أنقرة إزمير وهذا السؤال هل سيعتمد أردوغان أو سيسعى إلى حصد الأغلبية في هذه المدن الكبرى أم أنه سيعتمد على أصوات ما يسمون بالأتراك الجدد أو المجنسين تركيا والذين صوتوا له في الجولة الأولى أنا بتصور أعتقد أن أردوغان ركز خلال الفترة الأخيرة الماضية على الجهات التي لن تصوت له هناك في المناطق وخاصة المحافظين أو المترددين كما يسمون هنا المجنسين هنا وعالة يصوتون لرئيس رجب طيب أردوغان وخاصة بعد النبرة الخطابية المعادية للاجئين السوريين وللأجنسين من قبل المعارضة لكن فيما يتعلق بالمجنسين أو الأجانب هنا أعتقد أنها ليست بالنسبة الكبيرة نتحدث عن 200 ألف ليست بالعدد الكبير لكن الأهم وجهة نظري هناك العديد من الأصوات نتحدث عن تقريبا 500 ألف من الشباب لم يصوتوا بلغوا الآن الثامن عشر يعني يحق لهم التصويت هذه نسبة مهمة جدا ممكن أن تكون فاصلة وخاصة بالنسبة لأردوغان أو كريشتار أولو هل سوف يصوتون لكريشتار أولو ممكن أن تتغير النسب خلال الساعات المقبلة أو يقصد فيها الجولة الثانية لذا أنا أعتقد حاليا الرئيس أردوغان على الرغم من حالة النشو والارتياع لكن الأمور هي غير واضحة وضبابية حتى هذه اللحظة صحيح شكرا جزيلا لك من أسطنبول الكاتب والبحث السياسي سيد طه عود أولو